حدثنا حسن وحجاج قال حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو قبيل قال سمعت أبا عبد الرحمن المقرئ يقول قال حجاج عن أبي قبيل حدثني أبو عبد الرحمن الجبلاني أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقناطوا من رحمة الله أن الله يغفر اللفذ نوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فقال رجل يا رسول الله فمن أشرك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إلا من أشرك ثلاث مرات حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا محمد بن جحاد تحدثني حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر آخر عهده بإنساء فطمة وأول من يدخل عليه إذا قدم فطمة قال فقدما من غزاة له فأتاها فإذا هو يمسح على بابها ورأى على الحسن والحسين قلبين من فضة فرجع ولم يدخل عليها فلما رأت ذلك فطمة ظنت أنه لم يدخل عليها من أجل ما رأى فهتكت الستر ونازعت القلبين من الصبيين فقطعتهما فبكى الصبيان فقسمته بينهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما فقال فقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى بني فلاء أهل بيت بالمدينة واشتري لي فاطمة قلادة من عصب وسوارين من عجن فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا حدثنا اسحاق بن عيسى وأبو اليماني وهذا حديث اسحاق قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الأملكي عن أبي اسماع الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له أن مدلجون فلا يدلجن مصعب ولا مضعف فأدلج رجل على ناقة له صعبة فسقط فاندقت فخذه فمات فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه ثم أمر مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا تحل لعاص إن الجنة لا تحل لعاص ثلاث مرات حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد عن أبي اسماع الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصري فمن صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام حان أسود بن عامر حدثنا شريك عن عاصمين عن أبي العالية عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتكفل لي بوحدة وأتكفل له الجنة قال ثوبان أنا قال لا تسأل الناس يعني شيئا قال نعم قال فكان لا يسأل حسنا حسين بن محمد حدثنا أبن عياش عن محمد بن المهاجر عن العباس بن سالمين اللخمي قال بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي صلى من الحبشي فحمل إليه على البريد يسأله عن الحوض فقدما به عليه فسأله فقال سمعت ثوبان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضي من عدن إلى عمان البل قائماؤه أشد بياضا من اللابن وأحلى من العسل وأكاويبه عدد النجوم من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله قالهم أشعث رؤوسا أدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد فقال عمر بن عبد العزيزي العزيزي لقد نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد إلا أن يرحمني الله والله لا جرمى أن لا أدهون رأسي حتى يشعث ولا أغسر ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ حتى يحيى بن إسحاق من كتابه حدثنا أبن لهيعة حدثنا شيخ عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل صغيرا أو كبيرا أو أحرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كففا حتى عفان حدثنا همام وأبان قال حدثنا قتادة عن سالمين عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول حتى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لثوبان حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تكذبون علي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة حتى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي أجودي عن بلج عن أبي شيبة المهري قال وكان قاص الناس بقسطنطينية قال قيل لثوبان حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر حتى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصمين الأحوال عن أبي قلبة عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل المسلم أخاه المسلم فهو في مخرفة الجنة حتى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصمين قال قلت لأبي أجودي ما ثوبان قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي أن لا يسأل شيئا وأتكفل له الجنة فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلبة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عاد الرجل أخاه فإنه في أخراف الجنة حتى يرجع حتى أبو قطأ حدثنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد حثنا الوليد بن مسلمين قال سمعت الأوزاعية يقول حدثني الوليد بن هشامين المحيطي حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الضرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان حسن أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سالمين عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا وعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حسن إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن من حدثه عن ثوبان قال قال رسول صلى الله عليه وسلم أيما أمرأة سألت زوجها أطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة حسن إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن من حدثه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل دينار دينار أنفقه رجل على عياله أو على دابته في سبيل الله أو على أصحابه في سبيل الله حسن إسماعيل أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الولدي بن هشامين عن معدان عن أبي الضرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته عن ذلك فقال أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه حسن إسماعيل أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلبة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم حسن يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتسخين حسن يحيى بن سعيد قال شعبة حدثنا عن قتادة عن سالمين عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد حدثنا وكيع حدثنا أبن أبي ذئب عن محمد بن قيسين عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له الجنة قال قلت أنا قال لا تسأل الناس شيئا فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيتناوله حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعدي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر حثنا وكيع عن شريك عن علي بن زيد عن أبي قلبت عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الريات السوداء قد جاءت من خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدية حثنا وكيع عن الأعمش عن سالمين عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استقيموا لقريش ما استقاموا لكم حثنا يزيد قال أخبرنا عاصم عن عبد الله بن زيد عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة قيل وما خرفة الجنة قال جناها دفنا يزيد عن همامين عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين فهو في الجنة أو وجبت له الجنة حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه الشات قال فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن ثوبان قال لما أنزلت الذين يكنيزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه قد نزل في الذهب والفضة ما نزل فلو أن علمنا أي المال خير أتخذناه فقال أفضله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن أيوبا عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوبا عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وهي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لها عز وجل زوالي الأرض أو قال إن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويلي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكوا بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم وإن ربي عز وجل قال يا محمد أني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وقال يونس لا يرد وإني أعطيتك لأمتيك أن لا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من بأقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل حثنا أبو النظر حدثنا بقية حدثنا عبد الله بن سالمين وأبو بكر بن الوليد الزبيدي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن لقمنا بن عامر الوصابي عن عبد الأعلى بن عدي البهراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابتاني من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام حثنا أبو النظر حدثنا المبارك بن فضالة حدثنا مرزوق أبو عبد الله الحمصي حدثنا أبو أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها قال قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزيع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قال قلنا وما الوهن قال حب الحياة وكراهية الموت حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا يحيى حدثني زيد بن صلى الله من أن جده حدثه أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن أبنته بيرة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها خواتيم من ذهب يقال لها الفتخ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع يدها بعصية معه يقول لها يسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار فأتت فطمة فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانطلقت أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم خلف الباب وكان إذا أستأذن قم خلف الباب قال فقالت لها فطمة انظري إلى هذه السسلة التي أهداها إلي أبو حسن قال وفي يدها سسلة سسلة من ذهب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فطمة بالعدل أن يقول الناس فطمة بنت محمد وفي يدك سسلة من نار ثم عظمها عظما شديدا ثم خرج ولم يقعد فأمرت بالسسلة فبيعت فاشترت بثمنها عبدا فأعتقته فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال الحمد لله الذي نجى فطمة من النار حسن الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائشة يعني الذي يمشي بينهما حسن محمد بن بكر أخبرنا ميمون أبو محمد المزني التميمي حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره النساء في الأجال والزيادة في الرزق فليصل رحمه حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ميمون حدثنا محمد بن عباد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتميس مرضاة الله ولا يزال بذلك فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلان عبدي يتميس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه فيقول جبريل رحمة الله على فلاء ويقولها حملة العرش ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل الصموات السبع ثم تهبيط له إلى الأرض حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون حدثنا محمد بن عباد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته حثنا يونس حدثنا حمد يعني ابن زيد عن أيوبا عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبانا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله عز وجل حثنا يونس عفان قال حدثنا حمد عن أيوبا عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبانا لا أعلمه إلا قد رفعه قال عفان عن ثوبانا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عائد المريض في مخرفة الجنة ولم يشك فيه أبن مهدي حثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن عثمانا عن العباس بن عبد الرحمني عن عبد الرحمني بن يزيد حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي واحدة وأضمن له الجنة قال قلت أنا يا رسول الله قال لا تسأل الناس شيئا قال فكان صوت ثوبانا سقط وهو على بعيره فينيخ حتى يأخذه وما يقول لأحد ناولنيه حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبانا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله ثم على نفسه ثم في سبيل الله ثم على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة فيبدأ بالعيال وقال سليمان بن حرب ولم يرفعه دينار أنفقه رجل على دابته في سبيل الله حدثنا علي بن عاصمين عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبانا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا عد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجعك حدثنا أبو إسحاق الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي حدثني حدثني أبو عمار حدثني أبو أسماء الرحبي حدثني ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصري فمن صلاته قال لا أستغفر لها ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تذى الجلال والإكرام حثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن سالمين عن معدانا عن ثوبانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بعقر حوض يوم القيامة أذود عنه الناس لأهل اليمن وأضربهم بعصايا حتى يرفض عنهم قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما سعته قال من مقامي إلى عمان يغط فيه ميزاباني مضانه حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع في ثماني عشرة ليلة خلت من رمضان برجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني الوليد بن هشامين حدثني معدان قال قلت لثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا ينفعنا الله به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبن عياش عن يحيى بن الحارث الزمري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيامين بعد الفتر فذلك تمام صيام السنة حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد الأشجعي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب لصيبه حثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا تفلحوا وخيروا أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وقال عصام ولا يحافظ حثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن حبيبي بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرامي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل الأمر من المسلمين أن ينظر في جوف بيت أمر حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولي أم قوما فيختص نفسه بدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف حدثنا عبد الجبار بن محمد يعني الخطابية حدثنا بقيته عن حبيبي بن صالح عن يزيد بن شريح فذكر معناه بإسناده حثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نوفير عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدة بعد ما يسلم حان أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة انتقال شريح بن عبيد مرض ثوبان بحمص وعليها عبد الله بن قرط الأزدي فلم يعده فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائدا فقال له ثوبان أتكتب فقال نعم فقال أكتب فكتب للآمين عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإنه لو كان لموسى وعيسى مولا بحضرتك لعدته ثم طوى الكتاب وقال له أتبلغه إياه فقال نعم فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى أبن قرط فلما قرأه قام فازعا فقال الناس ما شأنه أحدث أمر فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة ساعة ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال لا اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ليدخل أن الجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب معا كل ألف سبعون ألفا حسن الحسن بن سوار حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية عن عطبة أبي أمية الدمشقي عن أبي صلى من الأسود عن ثوبان أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين وعلى الخمار ثم العمامة حثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الملك بن عبد الله بن عثمان حدثنا يزيد بن زريع عن سعيدي بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيئا في وجهه يوم القيامة حثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نوفير عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية له ثم قال لي يا ثوبان أصلح لحم هذه الشات قال فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة دثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم يعني الأحول عن عبد الله بن زيد يعني أبا قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عدى مريضا لم يزل في خرفة الجنة فقيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها حدثنا يزيد بن هارون وأبو النضر قال حدثنا أبن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن معاوية عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة أتقبل له الجنة قال قلت أنا يا رسول الله قال لا تسأل الناس شيئا قال فربما سقط صوت ثوبان وهو على بعيره فما يسأل أحدا أن يناوله حتى ينزل إليه فيأخذه حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الرحمن بن ميناء عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لخلة وأضمن له الجنة فذكر معناه حدثنا روح حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي حدثنا سعيد رجل من أهل الشامي حدثنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم الحم وأن الحم قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء البارد وليستقبل نهرا جريا يستقبل جرية الماء فيقول باسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فيغتمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيامين فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس فإن لم يبرأ في خمس فسبع فإن لم يبرأ في سبع فتسع فإنه لا يكد يجاوز التسع بإذن الله عز وجل حان عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة عن ثوبانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالا أني لاب عقر حوضي أذود عنه لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم فسئلا عن عرضه فقال من مقامي إلى عمانا وسئلا عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ينشعب فيه ميزاباني مدنه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق حثنا محمد بن بكر وعبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدانا عن ثوبانا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والغلول والدين حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة وبهز قال حدثنا قتادة حدثنا همام عن سالم بن أبي الجعدي قال بهز عن سالمين عن معدانا عن ثوبانا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الغلول والدين قال بهز والكبر حثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن ثوبانا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم حثنا بهز حدثنا بكيرو بن أبي السمبيط حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعدي الغطافاني عن معدنا ابن أبي طلحة عن ثوبانا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند عقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن أني لا أضربهم بعصايا حتى يرفض عليهم وإنه لا يغط فيهم زباني أحدهما من ورق والآخر من ذهب ما بين بصر وصنعاء أو ما بين أيلة ومكة أو قال من مقام هذا إلى عمانا حثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج أخبرني مكحول أن شيخا من الحي أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر وروح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلبة عن أبي أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في البقيع في رمضان رأى رجلا يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم حثنا الوليد بن مسلمين حدثنا ابن ثوبان حدثني حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولية حدثه أنه سمع ثوبان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سددوا وقاربوا وعملوا وخيروا وعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حثنا عفان حدثنا همام وأبان قال حدثنا قتادة عن سالمين عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول حثنا يحيى بن سعيد قال شعبة عن قتادة عن سالمين عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد حثنا وكيع ويعلى قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعدي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا وعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حثنا وكيع حدثني عبد الله بن عمر بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعدي عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قال عمر أنا أعلم ذلك لكم قال فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره فقال يا رسول الله أي المال نتخذ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على أمر الآخرة حنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعدي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر حتى عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلبة عن أبي أسماء عن ثوبان قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مغرفة الجنة حتى عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلبة قال وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمرأة سألت زوجها أطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة حثنا عبد الملك بن عمر نحدثنا هشام يعني ابن أبي عبد الله وابن جعفر يعني غنظر حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فصل عليها فله قيراط فإن شهد دفنها كان له قيراطان قالوا وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجعدي قال قيل لثوبان حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتكذبون علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ما من مسلمين يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن أبي أجودي عن بلج عن أبي شيبة المهري قال وكان قاص الناس بقسطنطينية قال قيل لثوبان حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال حجاج قسطنطينية حدثنا يونس حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلبة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن من حدثه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مغرفة الجنة حتى يرجع حدثنا عبد الوهاب الخفاف حدثنا خالد عن أبي قلبة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا عد أخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطافاني عن معدنا ابن أبي طلحة اليعموري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أني لبعقر الحوض يوم القيامة أذود عنه الناس لأهل اليمن أضربهم بعصايا حتى يرفض عليهم قال فسوئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عرضه فقال من مقام هذا إلى عمان وسوئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يصبه فيه ميزاباني مدنه من الجنة أحدهما ذهب والآخر وارق حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام بن عبد الله عن قتادة عن سالمين عن معدانا عن ثوبانا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثني حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شدد بن أوس بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البطيع مر على رجل يحتاجم بعدما مضى من رمضان ثماني عشرة ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال وأخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبية حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصمين الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبية عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد المسلم أخاه فإنه يمشي في خرفة الجنة حتى يرجع حسن عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لها أو إن ربي زوى لي الأرض ما شارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوية لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من بأقطارها ألا وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثانة حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد أملاه علينا حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله قال ثم قال أبو قلابة من قبله برا بالعيال قال وإي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغار يعفهم الله به حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراطان يا رسول الله وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد حثنا عبد الوهاب الخفاف قال سئل سعيد عن الرجل يتبع جنازة ما له من الأجر فأخبرنا عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدنا بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك القيراط فقال مثل أحد أبي صلى الله عليه وسلم